تمايزت مملكة البحرين ومنذ القدم بأنها واحة للسلام وتعايش بين مختلف الأديان وطوائف وأنها تحتضن كل من يعيش على أرضها هذا وأكدت الجاليات العربية المقيمة في البحرين أنها تعيش حياة مستقرة وأن البحرين وطن يحتضن الجميع دون تفرقة أو تمييز من منطلق نهج جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الداعي إلى نشر ثقافة التعايش والسلام والتقارب والحوار بين مختلف الطوائف والمذاهب دون تمييز وهذا النهج نعكس جليا على ما تكنه الجاليات العربية المقيمة في البحرين والذين عبروا عن مدى ارتياحهم وحبهم للبحرين والتي لم يشعروا فيها يوما بمرارة الغربة بل كانت لهم موطنا يحتضنهم ويحتويهم بكل حب البحرين كما يطلق عليها هي بلد الكرام البلد الكرام لا نشعر بأي شيء من أنواع الغربة في البحرين أنا يمكن قضية نصف عمري المهني هنا في البحرين معظم نجاحاتي كانت في البحرين ما ألقى من سواء المسؤولين أو الشعب البحريني أو الزملاء الأصدقاء إلا كل الدعم كل الترحاق كل المحبة البحرين بلد مضياف ووحدة من الخصائص الاجتماعية اللي يتميز بها البحرين عن سائر الدول الآن نحن عندنا بها خبرة أو مرينا بها فإن هو شعب ودود وشعب صديق ويدعيش بأنك أنك في وطنك الثاني نشعر بالأمان نشعر بالطمأنينة نشعر بالسلام نشعر بالسكينة في البحرين فيستطيع الإنسان رجلاً أو إمرأة أن يتجول في البحرين صباحاً مساءً ليلاً دون أي مضايقات قيمة في البحرين سنة 73 درست في مدارس البحرين ودرست في جامعة البحرين وبشتغل أولاد يخلقوا في البحرين وهذا شرف كبير كبير لنا كأردنية مسيحية صر لي زمان في البحرين فأنا أعتز أني أكون في هاي المملكة الحبيبة من أول يوم جيت فيه كانت كل عمرة البحرين بلد للتعايش أصلاً هي بمجرد ما تكون بلد منفتحة لمختلف الجنسيات اللي جاي من مختلف أقاصل أرض هي هيدا بحد زيتها هو تعايش بحد زيته فكيف على سعيد الديانات هي معروفة بمملكة البحرين منذ القدم كانت أرض مرحبة بجميع الديانات والطواف فكرة واحدة أجمع عليها كل من يعيش على هذه الأرض المعضاء وهي أن البحرين بلد التعايش تمنح الجميع الأمان مما عزز بداخلهم مشاعر الولاء لقيادتها وشعبها المحب والمعضاء الجاليات العربية المقيمة في البحرين اجتمعت على رأي واحد أن المملكة لطالما اتظنتهم ومنحتهم حياة مريحة حتى باتوا يشعرون بأنهم في وطنهم الثاني وليس مجرد مكان للعمل فالبحرين كانت ولا زالت الوجهة الأبرز لمختلف الجاليات العربية خول اللي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين